في ساحة النجم مبايعة جديدة قديمة للجان النيابية واتفاق تسوي على اقتراح قانون جديد للمياومين واجتماعا أول للجنة المصغرة المكلفة دراسة قانون الانتخاب اتفق فيها على التكتب بقي القديم على قدمه في التركيبة البرلمونية ففي الجلسة العامة أعيد انتخاب هيئة مكتب المجلس النيابي نفسها وبقيت معظم اللجان النيابية برؤسائها ومقررها وأعضائها على حالها باستثناء بعض التعديلات الطفيفة في بداية الجلسة طلب رئيس مجلس النواب نبي بري خروج الألميين من القاعة لمدة عشر دقائق من دون معرفة الأسباب ليتبين بعدها أن بري وجه ملاحظات إلى النواب بضرورة حضور اجتماعات اللجان النيابية ومشاركتهم الفاعلة فيها لم يكن انتخاب اللجان في الجلسة هو الأهم فأهم ما رشح عنها تصديق محضر جلسة الثاني من تموز الفائت ما خلى مشروع القانون المتعلق بالمياومين والذي كان محط خلاف بين رئيس بري وبعض النواب وخصوصا المسيحيين منهم فالطفق في الجلسة على تسوية بين الطرفين يقدم اقتراح قانون معجل مكرر يعدل مشروع القانون الخلافي السابق وأفضت التسوية إلى دعوة بري لعقد جلسة في السابع والثامن من تشرين الثاني افساحا منه في المجال لتطبيق الاتفاق الذي تم توصل إليه فبدى النواب المعترضون سابقا راضين عن أداء رئيس المجلس نحن نشكر الرئيس بري إلى مبادرته لتأجيل التصديق على المحضر بدي أشكر المجلس نياب بودولة الرئيس على اللي حصل اليوم طبعا كل الكتل اللي تعونا معه ولعل أكثر ملفت في نشاط البرلمان لقاءة الجانبية التي عقدها الرئيس بري على هامش نشاطه مع كل من رئيس الحكومة رجيب ميقاتي الذي التقاه مرتين قبل وبعد الجلسة العامة ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة وكان الطبق الأساس في اللقاءات قانون الانتخاب بحسب معالمة الامتيفي وبعيدا من الجلسة عقدت اللجنة المصغرة المكلفة بحث قانون الانتخاب اجتماعا دام نحو ساعة تم خلاله وضع منهجية عمل سيصار إلى اتباعها في مقاربة قوانين الانتخاب تم الاتفاق على إبقاء مداولات اللجنة سرية وأرجعت الجلسة القادمة إلى نهار الخميس من 12 تشرين الأول عند الساعة الواحدة ظهرا التكتم كان سيد الموقف إذن والنواب اكتفوا بنقل الأجواء الإيجابية عن الجلسة لا يأسس كان كتير منيح وكل طرف يؤيد قانون معين كان منيح من ناهد أنه كان فيه حكة باحترام كان فيه نية بأنه نتوصل لشيء من قبل الكل وفيه جديد بالتداول وما فيه تشنج ما حدا ما عارف حجمه مهنم أنه مقدر حجم المشكلة عم توجهنا وحجم الخلاف الموجود بالبلد عم جارب وكان الحديث تير صريحة مجارب نتصارح فعلا حتى نشوف فعلا لا جديد إذن في الاجتماع الأول للجنة المصغرة المكلفة دراسة قانون الانتخاب وربما قد لا تكون مهلة الثلاثة أسابيع كفيلة بالخروج بقانون موحد يرضي جميع الأفريقاء وعلى حد قول أحد النواب إذا فشلنا في هذه اللجنة يتابع البحث في اللجان المختصة وربما قد يعني ذلك الدوران في الحلقة المفرغة نفسها من ساحة النجمة جويس عائي أم تي في